موسيقى لأنك ذكرت هذه النقطة بما أنه صار في عندنا كل هذه التبايونات ومصالح مختلفة بين أعضاء الجمعية وممكن أن تتجه الحكومة في حال استمرت في مسعاها بعقد برنامج مع صندوق النقل الدولي وأتيحها لها ذلك فيمكن أنا بصير فيه لأول مرة أطح سؤال حول حول بقاء الجمعية التي عاهدناها منذ تأسيسها عام 59 بشكلها الحالي هيأول مرة ممكن بسأل هل تشهد إمكانية تعدد مثل عندك جمعية موضعين هل يصبح هناك أكثر من جمعية للمصارف أول مفروض أساسا بالفترة الجاية القطاع ما منعرفه اليوم ما مفروض يظل كما هو لا من حيث عرض المصارف ولا من حيث حجمه ولا من حيث حجم الودائع قياسا للاقتصاد المحلي كذا القطاع لازم يروح على مرحلة إعادة هيكلي وهذا الشيء المفروض فيه قانون خاص تبعطوا الحكومة للمجلس النية بالقانون الطارئ يعادة هيكلي في القطاع المصري فيه لبعض من بعد وفيه أخبار أنه وكلوا رياض سلامي بصياغته بس ما منعرف بعد إذا أديها الشيء دقيق أو لا بس ولكن هي تسريبات بس إن شاء الله لأنه حتكون كارثة إذا هيك لأنه جربنا وصفات رياض سلامي إعادة رسمة وفتنا بالحيط بالالفين وواحدة وعشرين بس اللي بدي أقوله هلأ المراسلة مثل ما قلنا حددت فيها جمعية المصارف المراسلة اللي بعثتها جمعية المصارف لسندوق النقد حددت فيها سقف التفاوض اللي عم بتبلش منه سقف التفاوضي واضح عملية علاج الخسار في عمنا 30 مليار طبع نقد على حساب قيمة الليرة اللبنانية ما حيكون فيه إمكانية لتقوم قيام للسياسة النقدية بيع أصول عشرين مليار بأصول الدولة يعني كل ما تمتلك الدولة من أصول وخمسنعشر مليار وخمسنعشر مليار ذهب مبلش جمعية المصارف من أعلى سقف تفاوضي ممكن مش بس سقف تفاوضي عالي سقف تفاوضي عداء اتجاه الدولة والمجتمع يعني إذا واحد بده يوصف هذا الشيء لحطيته جمعية المصارف بمراسلتها لسندوق النقد هيدا عدائية تجاه المجتمع والدولة ومستقبل هيدا المجتمع حدا عم بشن حرب على المجتمع إذا بدك فينا نوصفها باب بهالشيء أنه أنت عم تضرب قيمة العملة وقيمة الأجور وبترجع تاخد من الدولة أصولها وبترجع تاخد الدهب هاي شو اسمها وبالتالي يتوقع من الحكومة اللبنانية إذا فعلا هي حريصة على مصالح هيدا المجتمع وعلى مصالح الدولة اللبنانية أن تروح بسقف تفاوضي مرتفع وهذا ما عم نشوفه هلأ وإذا حريصة على الأقل على الخطة اللي هي أقرتها قبل ما فوض أنا بحسن نية وهذا شيء مسؤولين أنتوا عنه أنتوا اعترفتوا أن هذه مقاربتكم للأزمة بس هون أنت بتخاف من ناحيتين من ناحية الأولى حضرتك قلت الرئيس ميقاتي قبل ما يعمل هذه الصيغة بالخطة المالية اللي هي انفرضت فيها شروط صندوق النقد بالصيغة اللي قبل كان حاطت المس بأصول الدولة وكان حاطت عملية ليلرة الودائع وبالتالي الأعلى اللي مصلحتنا على العكس تماما تتصلح بشروط الصندوق اللي تفرض شروط معينة بس هي أجبرت على الشروط الموجودة بالخطة المناهضة لمصالح جمعية المصارف لأنه الصندوق طلبها مننا لأنه كانت عم بتجرب تعمل الأولويات اللي عم تطلبها اليوم جمعية المصارف هذا الشيء بيخلينا نخاف وتاني شيء بيخلينا نخاف آخر تصريحات للرئيس ميقاتي لما يجي يقول أنه بدلا ما نعمل صندوق سيادة بنعمل صندوق صيادة صغير مني صندوق سيادة لكل مصرف بمصرفه والدولة بتتعهد تسكر لهالسنديق المتعددة لكل مصرف بمصرفه لكبار المدعين يعني فيه محاولة للالتفاف على هذه الخطة ونرجع لنات الجمعية اللي بدي من خلال أبواب خلفية فهيدي مسألة كمان مقلقة من ناحية السقف اللي عم تنطلق فيه الحكومة اللبنانية بالتفاوض بهذه المسألة تعتمد على مؤشرات رقمية معينة أنه مؤخرا إذا كان فيه أناعة أو بوادر أنه فيه إمكانية لعقد حل أو برنامج مع الصندوق هذا بينعكس مباشرة على أنا ما بحب التوصيف أنا بس بيقولون سمارت ماني يعني المال الذكي هو من المال الذكي أكثر ما هو مال مطلع يعني مضارب مضارب على أساس معلومات خاصة أو اطلاعه المباشر على كل الشكل الاقتصادي والمداولات الاقتصادية سندات اليورو بونز على الرغم من الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولة بقيت أو نزل حتى من 15 سنة ل 10 سنة وما يؤشر أنه هؤلاء يعلمون أو على الأقل يتخوف يستشعرون أنه في حرب على هذه الخطة وما في اتفاق مع الصندوق هذا الرأم ما بيعطيك هذه الدلالة أنه الخفاض هذه القيمة تؤدي حكما إلى الخلاصة بأنه عرق لماء أو هجوم ما سيكون على برنامج مع الصندوق وبالتالي في إمكاني أنه ما يصير نهائيا هذه من المؤشرات الهامة جدا جدا لأنه هؤل أشخاص يا مثل ما حضرتك عم تقول عندهم معلومات وعندهم اطلاع أو على الأقل عندهم علاقات وعندهم تحليل المعلومات اللي عم توصل لهم وخلتهم يوصلوا لإستنتاج أنه قيمة المستثمرين بالأسواق الدولية لما عم يجي يقلل قيمة السعر اللي هو مستعد يدفع ثمن سند اليوروبوند يقل من خمستاش لعشرة دولار بهذه الفترة الزمنية رغم توقيع اتفاق أفوا ما هو عشرة للمائة دولار هو بيكون حق السند مائة دولار بيقوم بيشريب خمستاشر دولار أو في طريقة أخرى للتعبير عننا مثل ما حضرتك عم تقول خمستاشر سنت لعشرة سنت للدولار يعني فينا نقيسة على قيمة الدولار وفينا نقيسة على قيمة السند اللي هي 100 دولار بالحالتين لما ينخفض قيمة سند اليوروبوند يعني الأسواق مش متفائلة بهذا الاتفاق المعقود مع صندوق النائد لما تكون غير متفائلة الأسواق بهذا الاتفاق يعني هي تترقب أنه جمعية المصارف ستتمكن من الإطاحة بهذه الخطة كما أطيح بخطة لازار سنة 2020 رأي الشخص بالموضوع أنا لا أعتبر خطة لازار متواضعة وهذه الخطة متواضعة جدا 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 فيها ثقرات كتير اللي نطمح له أكتر من هيك بكتير ومختلف عن كل هذه المقاربة نطمح لرؤية اقتصادية مختلفة كليا لكل الاقتصاد بالبلد ولكن هذا الشيء الوحيد اللي نطرح على الطاولة وبموضوع إعادة هيكلة القطاع المال نحطت لك المبادئ جيدة بما يتعلق بهذه الجزئية بالتحديد أنه خلينا نضمن أموال صغار المدعين لأقصى حاد خلينا نحيط أصول الدولة عن الاستخدام خلينا نفرز المصارف ونطلع اللي بده يطلع من السوق ونطلع أكيد في عمليات دمج واستحواذ ومصرف المركز يكون عم يشتغل بهذه العملية من وراء هوتلت مبادئ لأجل مصالح المصارف إذا أطيح بهذه الخطة يعني نحن نروح بالسقوط الحر لسنين لأدام متل ما استمرنا بالسقوط الحر من 2020 لهلأ لا يمكن مقارنته بما مررنا به حتى هذه اللحظة وهذا الشيء مرعب إذا نحن نروح أنت في عندك الخطة اللي نحن نطمح له في الخطة المتواضعة جدا والمليئة بالثغلات وفي عندك السقوط الحر ما في خطة بالمرة ولما نقول ما في خطة بالمرة مش يعني السوق ما تروك على حاله لما نقول ما في خطة بالمرة هو ما فيه الخطة هو اللا خطة يعني اللا خطة هو خطة بحد ذلك وفي ناس من وراء عم يعملوا إجراءاتهم ما ننسل نحن هوا السنتين اللي كنا منسميهم نحن سقوط حر وما في خطة كان عم يصير في إجراءات عم يعملها المصرف المركزي ولكن مش لمصلحتنا لمصلحة المصارف يعني تزديد الودائع بالليرة اللبنانية لتخلص المصارف من التزاماتها المصرف المركزي يخلق نقد ليدين الدولي لتسكر للبنوكي استنادات اللي بليرة اللبنانية عمليات هندسات مالية غامضة كانت عم تصير خلال هالسنتين أنا أعطيك نموذج هلأ نموذج هلأ بهذه الفترة عم يصير اليوم في مصارف تمتلك عقارات عم تقوم بتفريغ هذه العقارات عم تنقل ملكيتها من نيزانية المصرف لأسم الملاك أصحاب المصرف مقابل تزديد التزامات مستحقة من المصرف لصاحب البنك يعني صاحب البنك مدين المصرف طبعه مصاري أو عامل استثمار بالمصرف طبعه هلأ المصرف طبعه عم يعطيه عقارات مقابل استثماراته هلأ شو بتعني؟ هلأ شو بتعني؟ هلأ بتعني؟ المساهمين بالمصرف صح صح فيه مصرف من الألفابانكس عنده عقار بالوسط التجاري من أربع طوابق هو مستحوذ عليه من عملية استحواذ على مصرف بالزمنات اليوم عم ينتقل هيدا العقار لأسم أصحاب المصرف مقابل استثمارات يملك صاحب هذا المصرف بالمصرف طبعه بس حالك هاي شو بتعني؟ نعم ودي أسألك شؤال بهذه الجزائية بس هاي شو بتعني؟ هاي شو بتعني؟ أنه بغياب الخطة وبغياب الإجراءات آخر ما تبقى بالقطاع المصرفي يمكن أن يعود على المودعين عم نخسره لهو العقارات بالزبط وفي إشهة تانية أكيد ممكن تكون استثمارات أخرى بس وحد مننا العقارات عم نخسره والمستثمر صاحب البنك صاحب الأسهم بالبنك بدل ما يكون هو عم يتحمل الإخسارة مثل ما قلنا بتراتوبية الحقوق والمطالب بدل ما يكون هو عم يتحمل الشريحة الأولى من الإخسارة عم ينعطى حقه عم ينعطى عيقارات هاي مسألة خطيرة وتسأل عنا لش نترقابي على المصرف يسأل عنا مصرف لبنان يسأل عنا القضاء اللي كان مفروض يحط إشارات على الأملاك المصرف العيقارية وللما كان عم بيصير هالشي بتقوم لإيامي أنه أنتو عم بتفلصع المصارف يا جماعة ما تبقى من أصول هولي مفروض نحافظ عليهم لأنه آخر شي بيضمن للموضع شو بعد فيه أملاك أو شو بعد فيه أصول أو استثمارات لحتى تعود عليه لما عم بتم تهريب هاي اسمها تهريب لأصول المصارف عم تتهرب أصول المصارف لمصلحة أصحابها مثل ما كنا بالـ 2020 و2021 نحذر من تهريب السيول اللي عم بيصير بغيابة وشفناهم بعيوننا بالأرقام مصرف لبنان عم تتناقص السيولي بشكل غير منطقي واستخدادوا مننا كبار المودعين والناس المحظين اليوم بهاللحظات بالذات عم بتصير عمليات مشبوهة من هيدا النوع لا القضاء عم يتدخل ولا لجنة الرقابة على المصارف عم تدخل ولا الحكومة اللبنانية لأنا بتفاجأ أنه أنت عم تعملي خطة مالية طبعا عملي إجراءات عاجلة من هالنوع بس لتضمن شو بعد فيه أصول لحتى نقدر نحميها